الأولى لليوم يعني عن صورة الحياة الجميلة يلي عم تعود لمدينة دمشق وعم تعود لإلاء الحياة بكل تفاصيل كانت البداية مع معرض الظهور تلاها مهرجان القلعة قلعة دمشق وعم نترقب أكيد تحضيرات معرض دمشق الدولي كل هاي الفعاليات أكيد في جهود مشتركة عم تقوم فيها وزارات ومديريات والمؤسسات كتيرة اليوم رح نتعرف عن نهاية التحضيرات وكيف كانت انطلاقة كل فعالية من هاي الفعاليات مع الأستاذ طارق كريشاتي مدير سياحة دمشق سعد صباحك أهل وسهلا فيك صباح جميع قادر القناة الأخبارية السورية وقناة صباح المشاهدين صباح ياسمين الدمشقي أكيد صباح الياسمين الدمشقي وسعد صباحك مرة تانية بالبداية خلينا نحكي عن جهود وزارة السياحة في عدد النشاطات والفعاليات في مدينة دمشق الحقيقة وزارة السياحة لا تترك أي جهدا في سبيل عودة الحياة الطبيعية لأي مكان في كل أنحاء سوريا وزارة السياحة تقدم جميع التسهيلات للمشاهد السياحية من أجل إعادة أقلاعها ووضعها بالخدمة تقدم الفواصل الترويجية بالتعاون مع وزارة الإعلام والقنوات الفضائية الفواصل الترويجية والأفلام الترويجية اللي بتسلط الضوء على مواقع الجزب السياحي وعلى مقومات السياحة السورية وعلى جميع الشي اللي بيدعي يعني لعودة النشاط الطبيعي بدمشق وبسوريا بجميع أنحاء وبكل دقاعها شفنا معرض الظهور شفنا مهرجان قلعة دمشق كيف كان المهرجان كيف كان الأقبال عليه الحقيقة نبلش بمعرض الظهوري المعرض الظهور كان هاي السنة مميز جدا مميز جدا بالأقبال عليه اللي طبعا تجاوز الربع مليون زائر للأقبال عليه كان شي أكتر من اللي نحنا متوقعينهم المعرض كان بتميز إنه ما كان بس معرض الظهور كان بضم فعاليات ترفيهية للأطفال للعائلة السورية كان هدفه كان معنا بالصباحي كمان ناس أطفال كانوا مشاركين بالشعر يعني من معرض الظهور مثل مثال على الفعاليات تمام كان نحنا معنا شركاء عدة وزارات يمنون وزارة الثقافة يلي كان دوره طبعا بمشاركته بمديرية ثقافة الطفل كان إلى كتير دور إيجابي مع الطفل الرسم على القماش الرسم على وجوه الأطفال كان كتير مميزة يعني المعرض كان هدفه ليس فقط هو نافذة تسويقية للزهور يلي كان طبعا فيه مشاركات دولية وإنما كان هدفه إسعاد الأسرة السورية رسم الابتسامي على وجه الطفل السوري تنشيط السياحة الداخلية أهداف متعددة كانت في معرض الظهور والحمد لله لقينا نتيجة منه كان عدد زوار كتير كيف خلينا نحكي عن مهرجان قلعة دمشق كيف كمان كان الأقبال عليه كيف يملاقي ومن المشاركين من الاستدايت ومن الفنانين وهل في مشاركات سورية ولا لا مهرجان القلعة طبعا هو برعاية وزارة السياحة دورنا كوزارة السياحة وطبعا اللي نظمته هي شركة ميناء للتنظيم والمعارض دورنا نحن كوزارة السياحة كان برعاية هذا المعرض هو تقديم الإقامة الفندقية والإطعام للضيوف الفنانين وكذلك بالتعاون أيضا مع وزارة الإعلام إقامة المؤتمرات الصحفية والندوات المشاركات في مشاركات سورية ضمن مهرجان القلعة الحقيقة كان المشاركات هو مثل ما عم قلت لك يعني هو اللي قامت فيه تنظيم هذا المعرض كان لشركة خاصة وهو الرعاية لوزارة السياحة ووزارة الثقافة دورنا نحن كان الرعاية وليس المشاركات المشاركات كان تأدف مشاركات ألا نحن بمعرض الظهور كان عنا مشاركات نحن من ضمن معرض الظهور كان على المسرح الروماني يوميا يوجد حفلة غنائية يوجد حفلتين طبعا حفلة للطفل السوري وحفلة للعائلة السورية كانت كلها مشاركات وطنية بمعرض الظهور مهرجان القلعة مشاركات معادي مميز مهرجان القلعة هاي السنة عن السنين المضيت الحقيقة اللي بيميزه هو الحضور الكبير كمان كان حضور كثير مميز ويلي بيميزه ايضا بالحضور كان انه الجميع سعيد ومبسوط يعني وهو هدفنا نحن هالمهرجانات هو اسعاد الأسرة السورية وما في اجمل من انه كمان يتوجه الاشخاص الى قلعة دمشق هالمكان يلي كله تعريخ كله حضارة مكان بكل تفصيل فيه بيحمل يمكن هيك عبقة تاريخ وذكريات لكل سوري اليوم اهمية هاي الفعاليات شو اهميتها لهي الفعاليات شو الشي اللي عم تقدر تغيره بواقع السياحة شوي بسوريا خلينا نقول بعد فترة من الركود السياحي بسبب الحرب وهلأ الحمد لله عم تتعافى سوريا وضعهم يصير افضل ايه الحمد لله متل ما ذكرتي نحنا الحمد لله الوضع اللي نحنا فيه هلا وعدتنا هو بفضل افضل جيشنا العربي السوري ودماء شهداءهم وجرح الجيش الله يعافيهم ويرحم الشهداء نحنا يعني الهدف من هالمهرجانات هاي ومن هالفعاليات اللي عم تقيمة وزارة السياحة هو بالدرجة الاولى تنشيط السياحة تنشيط السياحة على عدة قصيدة اولا داخليا هو هذا المهم نحنا بهالوقت الحالي والحمد لله نحنا قدرنا كتير يعني كتير ارقام جيدة بتنشيط السياحة تب خلينا نحكي عن انجازاتكم بهذا المجال شو هي انجازاتكم الحمد لله نحنا المصايف السورية بخلال هذا الموسم السياحي شبه ممتلئة بشكل كامل المطاعم والمشات السياحية بالارياف السورية عادت الى العمل مثل ما شفنا نحنا السنة الماضية بلودان رجعت للعمل وهي السنة ان شاء الله صيدنايا عادت ايضا الى العمل طريق المطار من السنة الماضية يعني مصايفنا السورية كلها بفضل الحمد لله الامن اللي رجعنا له وبفضل تنشيط السياحة الداخلية لانه ايضا لو عاد الامن اذا ما في حركة على هالمنشآت ما بترجع اكيد ما في منشآت بتفتح لانه تخسر وبالتالي تنشيط السياحة وعودة الامن والامان ساهم بعودة الحياة الطبيعية للارياف السورية وعودة المنشآت السياحية للعمل عم تحضروا لمعرض دمشق الدولي اكيد وزارة السياحة خلينا نعرف التحضيرات هالسنة شوف فيها شي مختلف شو رح يكون غير بمعرض دمشق الدولي وزارة السياحة هالسنة الى دور كتير كبير بمعرض دمشق الدولي طبعا بالبداية حيكون عنا نحنا جناحنا السنوي يعني المعتاد اللي منشارك فيه بمساحة 700 متر حيتم في هذا الشراح الجناح طبعا مشترك مع اتحاد غرف السياحة حيكون فيه عرض لعمل وزارة السياحة من ترويج من خدمات مقدمة للمنشآت السياحية من استثمار من جودة منشآت سياحة من جودة خدمات مقدمة حيكون فيه عرض حيكون فيه عنا جناح اخر مواجهه هو للحرف التقليدية من جميع المحافظات السورية لعرض منتجات الحرف والحرفيين حيكون بين الجناحين شاشة عملاقة حتكون ظاهرة باغلب موافع معرض دمشق الدولي حيتكون هدف منا هو عرض الافلام الترويجية اللي انتجتها وزارة السياحة خلال الفترة السابقة اللي بتخص الترويج للسياحة بسوريا وبتخص مواقع جذب السياحي ومقومات السياحة السورية حيكون عندنا أيضا جناح مفتوح حيكون فيه مدينة للمأكولات عرض للنباتات الزينة والزهور كفة للاستقبال حيكون فيه عنا مسابقات كلها هي من اختصاصات وزارة السياحة هذا جناح وزارة السياحة حيكون فيه عنا أيضا فعاليات أخرى مسابقات للجمهور بأسئلة سياحية وجوائز مقدمة من المنشآت السياحية حيكون فيه عنا فعاليات للأطفال مثل ما ذكرنا مثل الفعاليات اللي عملناها بمعرض الزهور حيكون فيه عنا فعاليات بأيضا معرض دمشق الدولي خلينا نحكي عن الأخطاء أو الصعوبات اللي واجهتكن بمعرض دمشق الدولي هديك السنة شو ممكن أنتو تتفادوا هاي الأخطاء خلينا نعرضها هلأ نحكي عنا وشو الأخطاء اللي أنتو ما حتوقوا فيها هاي السنة برأيك أكيد نحنا كل سنة نتعلم من السنة اللي قبلها طبعا أكيد نحنا الخطأ الشي اللي بيفوتنا بالسنة اللي قبلها بنحاول نتجاوزه بالسنة اللي بعدها طبعا كان في عنا بعض الهفوات خلينا نسميها بالعام الماضي نحنا حنتجاوزها دورنا أيضا كوزارة السياحة أنا ما ذكرتلك ياها أيضا دعوة الإعلاميين الخارجيين من اختصاص السياحة دعوتهم خلال معرض دمشق الدولي واستقبالهم وإقامتهم وإقامة رحلات سياحية للتعريض بمحومات السياحة السورية كمان أحيانا تسهيل الزيارات لمعرض دمشق الدولي هالسنة كيف رح يكون هذا الموضوع؟ أكيد لح تتأمن مواصلات بشكل مستمر وبشكل تراتبي وساعي إلى معرض دمشق الدولي حيكون نحن طبعا هاي من أحد الأخطاء اللي كانت السنة الماضية هو ضغط كبير والسنة اللي قبلة يمكن كان هو الوضع أسوأ السنة اللي قبلها لا السنة الماضية كان أفضل قليلا لا هالسنة إن شاء الله يعني فيه جهود مبزولة من قبل جميع فريق العمل اللي عم يشتغل بمعرض دمشق الدولي إن شاء الله حنتلافى هالسنة هالموضوع هذا أكتر كتير خلينا إذا بنا نحكي عن واقع السياحة اليوم شو اللي ميز هاي السنة عن السنين اللي مضت السنين لأزمة اللي عشناها وشو اللي فرق معك برأيك؟ هلا أهم نقطة بيميز هالسنة الحمد لله عودة الأمن والأمان لأنه هذا شيء أساسي لتنشيط السياحة يعني عودة الأمن هو اللي خلى نحنا اللي بيميز هالسنة هو أهم نقطة هو عودة المشاة السياحية للعمل يعني أنا بدي مشق من بداية العام حتى الآن في أكتر من سبعين منشأة يلي صدر قرار تأهيله وترخيصه وعادة للعمل هذا الرقم سبعين منشأة من بداية العام إلى الآن يعني هو رقم كبير طبعا هو رقم سهل يعني هذا اندل الحمد لله بيدل إنه المستثمر بدأ يرتاح بدأ حس إنه صار في حاجة لعودته للعمل وهذا الشي نتيجة مثل ما حكينا تنشيط السياحة الداخلية اليوم وزارة السياحة لشو بحاجة لحتى يمكن تعيد هذا الألق السياحي إلى سوريا شو الجهات يلي بحاجة إنه هي يمكن تتشارك معها لتعيد الألق للسياحة السورية إن كانت السياحة الداخلية أو حتى السياحة الخارجية يلي شفنا شوي بلشت يمكن كمان يعني يتصير أفضل حالة الحقيقة بيحتاجة هي تظافر جهود جميع الجهات المشتركة نحنا بالذات الأهم هي الوحدات الإدارية وزارة السقافة العمل على تنشيط محيط المواقع السياحية والعناية فيه يعني موضوع مترابط بشكل كامل مع جميع الجهات المعنية بحاجة لتظافر جميع الجهود للعودة إن شاء الله مثل ما كنا بعام 2010 أو أحسن إن شاء الله كيف ملاقي الجهود هذه السنة كتير من النشاطات والفعاليات خلينا نحكي عن أهميتها وبهالوقت هي عم تكون النشاطات متتابعة يعني مثلا فعالية مروح لفعالية تانية خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكيد مثل ما ذكرنا نحنا هاي الفعاليات هي يلي عم تقوم فيها وزارة السياحة هي عبارة عن جسر للتواصل بين الجميع يعني معرض الزهور كان هالسنة الحمد لله في مشاركات دولية لا بأس فيها يعني وإن شاء الله نحنا بنسعى للأحسن وللأكتر يعني بنسعى لأنه هاي المشاركات الدولية هي فرصة للتبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي بين هالمنتجين الاقتصاديين هذا التبادل بيؤدي إلى نمول إنتاج دوران عجلة التنمية السياحية المستدامة بيؤدي إلى نمول الاقتصاد السياحي بيؤدي إلى دوران العجلة الاقتصادية بشكل كامل بعد معرض الزهور وبعد قلعة ديمشق وغير تحضيرات معرض ديمشق الدولي شو في فعاليات رح تكون مهمة خلينا يمكن نقول عنا وشان الكل يكون ناطرا طبعا بديمشق هاي الفعاليات اللي زكرناها في عنا فعاليات كتير بريف ديمشق هيكون عنا في مهرجان لبلودان السياحي اللي تعودنا كل سنين شوفو هيكون هالسنة هو المهرجان لبلودان السياحي الثالث بعد الحمد لله معافاة منطقة الريف الغربي ريف ديمشق الغربي هيكون في عنا مهرجان الوادي بقلعة الحصن مهرجان باللادية وبترطوس بمحافظات عادة تماما حيكون وزارة السياحة يعني إلى دور كبير بإقامة المهرجانات بكل المحافظات السورية لتنشيط السياحة بجميع المحافظات السورية أكيد متشكرك لو جودك معنا وبتمنى لك أكيد التوفيق والنجاح لمعرض ديمشق الدولي ولكل شيء ولكل أنشيطة والفعاليات اللي عم تقوم فيها أهلا وسهلا فيك أنا بتشكركم والنجاح أكيد مشترك بين وزارة الإعلام ووزارة السياحة أنتوا شركاء أساسيين بإظهار عمل وزارة السياحة شكرا لكم ولكل جميع الكادر في قناة الأخبارية شكرا لك أتمنى لكم توفيق وفعلا إن كان كل الناس ناطرين معرضي مشق الدولي لشوفوا شو في جديد لهاي السنة وليكون فرصة لكل الأشخاص لحتى يطلعوا على تفاصيل صغيرة ما منعرفها غير حتى نروحوا معرضي مشق الدولي شكرا لك إن شاء الله مشاركات دولية أوسى هالسنة وحيكون كتير معرضي إن شاء الله شكرا لكم توفيه وشكرا لك